نحن تانية ونرجع نعقب عشان خاطر زي ما بنتكلم ان الشغل بيكون ليه مجهود في واحد لا يمكن ينكر احد ابدا انه عامل شغله بدور ممتاز ومستر بيتسو مسماني وكتيبة العمل بتاعته بالكامل سواء مدرب الاحمال زي ما بيتقاله كي بي وسواء مطلبة محل الاداء او كل المجموعة والجهاز المعاون كل الجهاز المعاون بلا السسناء وحتى كابتن سايد مدير الكرة واكيد اللاعبين هي مجموعة زي ما النادي الاهلي بيشتغل ولكن مسماني على طريقة النادي الاهلي وعلى طريقة ادارة النادي الاهلي انه قلنا ان هي بترد في الملعب وبترد بالوقائع برضو مسماني رد في الملعب رد على تصريحات مهمة جدا يؤسامة اولا اكيد يحابب يكون عندك كلمة على مسماني بالتأكيد هو بيتسو مسماني اللي جاء في توقيت صعب جدا عشان يحسم مع النادي الاهلي بطولة دورة عبطال افريقيا وبطولة كاس مصر وبيقدم نتائجها نستعرضها والحقيقة الراجل ده فارس ما ردش بس في الملعب كمان رد برى الملعب بس هنخلي رد برى الملعب لما نستعرض اصلا فكرة ازاي الراجل ده بيتناول النقد بشكل مختلف تماما عقلية زكية جدا وده بيسهل عليه زهنه حاضر فعلا مش بس في الملعب لا كمان برى الملعب كابتن ابراهيم حسن يبدو ان هو عنده موقف من بداية اختيار بيتسو مسماني خلفية الموقف كتير ممكن يكون يعلمها مش هيب ان يكون كابتن حسام عنده طموح ان هو يدرب اهلي زمالك منتخب مصر اكيد ده حق مشروع ولكن كمان مهم جدا انك لا تقلل من الاخرين خصوصا في لحظة انتصارهم ولما كمان يكون بيتسو مسماني في صفة جيدة جدا عمر بيتسو مسماني في اي مؤتمر صحفي ما تقلل من شأن اي فريق حتى بعد هزيمة النادي الاهل الكبيرة من ساندونز طلعوا تكلم ان ده شيء استثنائي من فرقة عظيمة لما يكون عندك مدرب بالقدر ده وبالعقلية دي ما بيكونش حلو ابدا انك تقلل منه زي ما هنطلع ونشوف التصرحات دي ونعقب عليها فنيا وغير فنيا مطشي لي ظروف اقول مطشي للنسيان لنتيجة ان في اول 17 دقيقة كنا ممكن شكلنا كويس ونحاول ولكن التركيز ما كانش موجود بالوقت المطلوب كان فيه اخطاء معينة مستمعني راجل محترم جدا وانا بحترمه جدا وانا وانا في بلق وانا مجد الراجل حبيب وفي دولة احنا بنكلم ان كيف حاجة غريب وحفظ ان يرغيب وستروف اخطاء يا واحد كل المدربين زملاء المدرب الاجنبي مريم مريم عشان افلص ابغير المدرب الاجنبي المدرب الاجنبي اه لابد ان احنا لازم نحترمه لان هو في لان الرياضة هي كده وفي نفس الوقت المدرب الاجنبي لما ييجي لازم كل الناس تستفد منه المدرب الاجنبي يعني معنى كده ان هو احسن من اللي موجودين مزبوط فبالتالي اه بالعكس احنا كل الناس بتستفد من كل المدربين بيجروا منتخباته بيجروا الاندية وبنستفد بنشوف الدنيا كلها ايه شكراك كثيرا شكراك شكراك كثيرا عين تعليم انما من الهاده ما كانش حينه primo الطاق فى الغيوة ما كانش حينه فى كل الماطنة فى الغيوة ما كانش حينه فى كل المطاق انا بلهاي طيب حابين نحطوكو في المشهد أولا أنا بشيط بكابتن حسام حسن اللي كان عنده كتير من ضبط النفس في التعامل مع الموقف وكان بيقول لكابتن إبراهيم حسن كل المدربين زملاء إبراهيم وحاول ياخدوا الموضوع في حتة تانية عشان الأمور تمشي كابتن حسام حسن حاول يحتوي موقف كان غريب في تصرحات كابتن إبراهيم حسن اللي كان بيقول خليه بس يخسر لو مامشيش بعد ماتشين يبقى بحق احنا مش ضد الراجل احنا ضد احنا تكلمنا بفكرة ان غريبة ان مدرب ييجي من جنوب أفريقيا طبعا مش فاهم ان انت مفترض ان مقاومتك السيفي وسامح يوضح بشكل قوي في الحتة دي ولكن كمان فكرة ان كابتن إبراهيم حسن بيقول خلي عم حارس يمسك الماتش الجاي النادي الأهلي لو ما أخدش بطولات او كسب ابقنا غلطان هنا في خلط كبير جدا اولا عم حارس او اي حد داخل منظومة النادي الأهلي ايا كان دوره لكل الاحترام داخل النادي الأهلي ولكن زي ما بنقول كل واحد ليه دوره فكرة اسقاط حد بيشتغل في حاجة غير المدير الفني انه هو لو ماسك مدير فني انت مش بتقلل لان الشخص قليل لا عم حارس كبير قوي ولكن انت بتحط حد كأنه هو ده مش دوره وبتقول لو عمل نفس الدور الشخص اللي بيعمل الدور الأساسي ده ملوش لازمة ده شيء مرفوض بيتسو مسماني تحمل اساءات يا كابتن إبراهيم مع اختياره منك وما سمعناش اي تصريح ما شفناش اي حد تجاه الصحافة المصرية بيتسو مسماني او اي جهاز فني بيتسو مسماني تكلم عليه طلع تكلم عليك بعد المدراب كل احترام ولكن لو رحنا لحتك فنيا لو انت بتتكلم ان الراجل مصنع بصمة لو شفنا الارقام انت بتتكلم في حاجة مهمة جدا عملها بيتسو مسماني بطريقة 4-3-3 واللي كان بيتابع سانداونز وعارف ان بلان بي بتاعت بيتسو مسماني 4-3-3 بالسلاسي كيكانا ومبوندا وجالي عارف يعني ايه ان انت تستلهم الطريقة دي وتنفسها في النادي الاهلي ده حاجة صعبة لو رحنا للارقام هنشوف يا كابتن إبراهيم ان محاولاتك على مرمى النادي الاهلي ده دي الارقام بشكل عام محاولاتك محاولتين قصاد 8 دقون تارجت الشوط الاول ياحمد كان صفر صفر محاولات من نادي الاتحاد على نادي الاهلي هنا بنوضح في الاحصائية دي احنا عايزين نقول اولا انت بتتكلم في معدل تمريرات دقون تارجتك اعلى ولكن المهم المحاولات الاحصائية دي بتبرز يعني ايه خطة الراجل اللي بيشتغل على طريقة مختلفة تماما سبع محاولات منه مربعهم تارجت عشان يمنع تماما نادي الاتحاد انه يوصل لمرمى النادي الاهلي انا عايز اقول ان كابتن حسام حسن من المديرين الفنيين اللي انت بتشوف منهم شغل كون كابتن حسام يكون بيمر بالعدم القدرة المطلق ده على ان هو ما يقدرش يوصل لمرمى المنافس انا اكاد اجزم ان دي اقل مباراة فنية لكابتن حسام حسن في تاريخه مع النادي الاهلي اه فيه مباراة ثلاثة مع كابتن حسام البدري ولكن ما كانش كابتن حسام حسن بالضعف ده امام تكتيك المدرب لدرجة انه خرج كريم يحيى كان من افضل اللاعبين في استخلاص الكرات تنادي الاتحاد ولكن هو اعتقد ان فكرة البدء بسلاسي في قلب الدفاع هي اللي عامل المشكلة فلما شالهم المشكلة زادت اكتر بتتكلم في معدلات قطع كرة رهيبة 45 كرة اطحها واستخلاصها سلاسي الارتكاز ده شغل قاله كابتن حسام حسن لما قال جملة مهمة جدا انه مهم انه يكون فيه مدرب بنتعلم ونستفيد منه اعتقد مسماني قدم درس ان نتعلم ونستفيد منه بالتأكيد مسماني قدم درس يا فارس وانا هنا بقول ان مع بيتسو مسماني المدير الفني اللي هيواجه بيتسو مسماني مرتين اعتقد المرة التانية هتكون صعبة عليه جدا جدا خلينا نعترف ان نادي الاتحاد طبعا نادي كبير والكابتن حسام حسن مدير فني كبير في مباراة كاس مصر كان فيه ندية واضحة بين الاهلي والاتحاد وحسمناها بصعوبة اتنين واحد اعتقد في مباراة الدوري ما كانش فيه اي ندية لان بيتسو مسماني درس طريقة كابتن حسام حسن بشكل محترم جدا بشكل جيد جدا وبالطريقة اللي نقدر نقولها الشعبية كده ان هو سابه انت عايز تعمل ايه عايز تضغط علي انا سيبك اضغط علي فيه كرة اتكررت اكتر من مرة لو لاحظناها كابتن محمد الشناوي في الدربات السابتة احنا طبعا بنبدأ الكرة من تحت كابتن محمد الشناوي كان بيقف على الكرة بينزل الاربع مدافعين اتنين سنتر باكس يفتحوا والفول باك بيفتحوا على الجنبين فبيضغط لعبي الاتحاد بحوالي اربع او خمس لعبين اللعبة المشهورة عند كابتن حسام وادي ضغط متقدم فكان بيحصل ايه كان بيحصل ان الكابتن الشناوي بيلعبها اما على كهربا او على طاهر محمد طاهر ويستغل سرعات الخط الامامي في عندنا طاهر وكهربا وكمان محمد شريف المهاجم عنده نفس السرعات دي فكان بيستغل السرعات دي في انه يلعب في مساحات وده اللي نجح بيتسو مسماني وانا من وجهة نظري هو عمل مسيادة لطريقة لعب الكابتن حسام اما بالنسبة للكابتن ابراهيم انا بنصحه بجد ان هو يتفرج على تصريحات بيتسو مسماني بعد المباراة اولا بيتسو مسماني بدأ الحديث عن فريق الاتحاد بانه فريق كبير وعنده مدير فن كبير وان الفرقة دي صعبة جدا فنيا فتوجه له سؤال قالوله ده المدير الفني او مدير الكرة اخوه الكابتن ابراهيم حسن بيقول ان انت اي نادي او اي مدير فني يمسك النادي الاهلي هيحقق معه بطولات وحاول ان هو يتكلم انك انت جاي من جنوب افريقيا ده طبعا سؤال اتوجه لبيتسو مسماني في المؤتمر صح كان رد بيتسو مسماني قال هو من حقه يقول رأيه لكن لو القضية كده النادي الاهلي بقاله سبع سنين ماخدش دوري ابطال افريقيا فازاي اي مدير فني يقدر ييجي ياخد بطولة مع النادي الاهلي وانتوا عارفين جمهاري النادي الاهلي دايما بتفكر في دوري ابطال افريقيا فكان رده هادي جدا خارج الملعب ودرس كبير جدا خارج الملعب واحترم الكابتن حسام حسن وكان كمان درس جوه الملعب اعتقد صعبها عليه فبعض الناس ممكن تسأل طب هو ليه المؤتمر الصحفي تحول لسؤال عن بيتسو مسماني وسؤال عن كابتن حسام حسن والكابتن ابراهيم حسن ده هنفهمه لما نشوف تسرحات الكابتن ابراهيم حسن في الفيديو ده عشان نعرف خلفية السؤال اللي تسأل في المؤتمر الصحفي جنوب افريقيا الناس محترمين وافريقيا الناس طبعا جميلة جدا بس مصر ما فديتش عشان يبقى فيه يبقى تجيب مجارب محترام انا طبعا مش بانكم فيه مجاربين لو عايز فيه في اوروبا ماشي لو اخاك شمال افريقيا ماشي وبرضو نفس الشيء فيه ضغط اعلامي كوي جدا ان المسماني حاجة عظيمة معجزة انسان مانش حاجة وانا شايف حتى المتشط النادي الاهلي مش النادي الاهلي لو انت عايزين نطبل وطول الدنيا زي الفل لا النادي الاهلي الشكله صعب اعتقد كابتن ابراهيم حسن انت شفت شكل النادي الاهلي كويس واعتقد بيتسو مسماني قدم مباراة من اروع ما يكون خاصة من افضل 14 مباراة قاد فيها بيتسو مسماني النادي الاهلي ممكن نستعرض النتائج على الشاشة عشان نشوف ليه بنتكلم بشكل ايجابي عن بيتسو مسماني اللي منحقه بالمناسبة في قناة النادي الاهلي نتكلم عنه بكل شكل ايجابي 14 مباراة خاضها بيتسو مسماني 12 فوز 2 تعادل منهم تعادل مع فريق بيرامدز بكل النجوم المدججة فيه بعشر لعبين فقط لغير واحنا احتسبنا طبعا مباراة رقلات الترجيح كمان تعادل وفي الدوري بيبدأ بمسيرة ممتازة جدا من 3 مباريات بيسجل 10 اهداف وبيستقبل هدف واحد معدل 33 و 33 من 100 هدف لكل 90 دقيقة فلما يكون مدير فني عامل الارقام دي ومدير فني هو الاعلى اكسببت جولزة على المرمى في التلات مباريات كل مرة بيوصل لاربع اهداف وده رقم كبير جدا والمبارات الاتحاد اكيد جامهيري نادي الاهلي كانت بتحلم بنتيجة اكبر من كده فاعتقد يا كابتن ابراهيم لازم نديله حقه زي ما كابتن ابراهيم كل الاعلام بيديك حقك فانك افضل ظهير ايمن في الفترة الاخيرة يمكن اخر 30 سنة ما شفناك ظهير ايمن زي الكابتن ابراهيم حسن اللي كان بلعب في 352 واخد الخط الواحده زي ما بنتكلم عن الكابتن حسام حسن كلاها بقرة عظيم واسطورة من اساطير مصر وبنتكلم عنه كمدير فني عظيم فاعتقد ابسط حقوق مسيماني او ابسط حقوق اي مدير فني ينجح ويشتغل اننا نديله حقه مش ننتقده او على الال مش عايز تديله حقه بلاش ننتقده والله يا اسامة برضو حيخد من كلامك في ان احنا فعلا ادينا كل واحد حقه لما جينا اتكلمنا عن فترة التسعينات في النادي الاهلي ادينا كابتن ابراهيم حقه كويس اوي وكابتن حسام حقه كويس اوي يمكن بشكل في كل حاجة وفي كل انجازاتهم مع النادي الاهلي ولكن انت بتتكلم في مدرب حتى مش حقه فنان وفي الالقام في الدوري ده كمان يا اسامة الراجل جاي واخد فريق يا كابتن ابراهيم ما احنا نبص التجربة ونشوف الناس بتعمل ايه مع الاندي يا واخد فريق كان بقاله 3 سنين ما بياخدش بطولات كان وصل للمركز العشر في الدوري بيحقق 5 دوري و2 كاس واول بطلتين افريقيتين في تاريخ النادي اذا النادي الاهلي لما بييجي يختار حد ما بيختارش حد عشوائي فكرة التقليل من الراجل قبل ما يشتغل يمكن احنا افترضنا ان ما تشافش لسه الراجل عمل ايه انما زي ما اسامة قال الراجل 14 مباراة بيفوز 12 وبتعدل اتنين منهم مباراة بعشرة ومباراة ببطولة وبرضو لسه التصرحات مستمرة يعني اكيد جمهور النادي الاهلي كده حيكون مشحون وكده حيكون متدايق ولازم الناس تعرف ان جمهور النادي الاهلي وعمره ما بياخد موقف من حد الا نتيجة افعاله محتاجين نرجع افعالنا في حيات كتير قوي ممكن نفهم منها كواليس التصرحات بس مش بس اتفضل محتاجين ان احنا نكلم عن الروح الجميلة جدا بين اللاعبين طاهر محمد طاهر بيتصاب في الديئة 30 بيتكتب مين نسر المباراة يدخل كهربة يقول نسر المباراة شايفين طاهر محمد طاهر وحسين الشحات كلهم طبعا كباتن بيقول اي من اشرف هو نسر المباراة هي دي الروح اللي موجودة في النادي الاهلي وهي دي الروح اللي بتأدي الى الفوز وانا عايز اتكلم بشكل مهم للمرة الثالثة او الرابع اي من اشرف هو افضل مدافع في مصر حاليا اي من اشرف هو اكتر استخلاصا لكرة في المباراة 16 استخلاص اي من اشرف هو دايما مساهم بشكل كبير جدا في النادي الاهلي واي من اشرف لازم ياخد حقه زي ما الكابتن حسين الشحات بيقول لكن في صورة على الجوانب النفسية بين المدرب واللعب عشان نشوف الابعاد الاخرى لبيتصو مسماني دي صورة لمدير فني بيدي التحية للاعب عنده لاعب نازل بشكل مختلف تماما هو محمد شريف وبالتالي لما تشوف محمد شريف واسق قدام المرمى فاعرف ان فيه مدير فني بيدعمه بشكل ايجابي جدا كمان فيه صورة تانية وطبعا يعني هو ده بيقول ابني ابني الشاقي ده وهي صورة كهرباء مع بيتصو مسماني بعد الهدف الاول وبالتالي عايز اقول رسالة بقى اللعب النادي الاهلي في وجود بيتصو مسماني او اي مدير فني بيهتم بالجوانب النفسية لان انا من وجهة نظري الجوانب النفسية عامل مؤثر جدا 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 مع الجوانب الفنية لان المدير الفني اللي بيتم بالجوانب النفسية بيقدر يطلع من لعب اقصى حاجة عنده بالزبط وبالتالي زي ما محمد شريف بيطلع اقصى حاجة عنده كهرباء للمرار رابع على التولي م شاء الله بيسجل وبيطلع اقصى حاجة عنده رسالة لكل قائمة النادي الاهلي استغلوا وجود بيتصو مسماني لان عدم الدفع بكم في ظروف أو تكون مش جاهز وقت ما يحتاجك المدير الفني دي هتكون مشكلة ليك أنت أو هيكون أنت اللي عليك تراجع نفسك لأنه أعطاك المدير الفني ده عادل جدا بيمنح فرصة للجسير وبيتعامل بشكل إيجابي جدا مع اللاعبين الفرس طبعا كهرباء محمد الشريف اللي اتنين بينفسوا على هدف الدوري كله عد مسجل ثلاث أهداف ومستر بيتسو مسماني زي ما انت كمان بتتكلم في الجانب النفسي كمان مهم أنك تستغل لمستر بيتسو مسماني في الجانب الفني لأنه من المديرين الفنيين اللي بيطور اللاعبين بشكل كبير جدا أنا أكاد أجزم أن كهرباء كان قد يزب إلى مصير مختلف تماما بغض النظر عن المدير الفني لأن فلسفة وقناعات المديرين الفنيين بتختلف وإحنا هم نتظرين من كهرباء أكتر من كده أكيد طبعا بس إحنا برضو هنطلع فاصل أوعى تروح في عية حتى تقدر تمسك مبوائلك دلوقتي استنونا أولا خطة